اهلا بحضراتكم في هذا الخبر العاجل حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 بالفوز على منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس بعد تمكنه من تجاوز حاجز 270 صوتا من اصوات المجمع الانتخابي وذلك بحسب صحيفة ذهل الامريكية وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة وبتغلب دونالد على كاميلا هاريس عاد ترامب مجددا الى البيت الابيض ليصبح الرئيس السبع والاربعين للولايات المتحدة الامريكية ولمدة اربع سنوات تبدأ يناير المقبل وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب حصل على الاصوات في المجمع الانتخابي في انتخابات الرئاسة الامريكية بعد فوزه بعدد كبير من الولايات منها نورث كارولينا ستاشر صوت ويوتا ستة اصوات واهايو سبعة عشر صوت وكانسس ستة اصوات ومنتانا اربعة اصوات فزا ترامب ايضا في ولاية ميسيسيبي ستة اصوات ولورث داكوتا ثلاث اصوات ايضا ساوث داكوتا ثلاث اصوات وايو مينج ثلاث اصوات وتكسس اربعين صوتا ونبراسكا خمس اصوات وايضا لويزيانا ثماني اصوات وبحسب صحيفة ذاهلة الامريكية يشكل فوز دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الامريكية حيث يواجه لائحة اتهمات كبرى بمقدمتها اتهمه بالاحتيال على الولايات المتحدة الامريكية من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الامريكي جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة ووجه ترامب خضع معركة انتخابية شرسة امام كاميلا هاريس اتهمات مماثلة في مقطعة فولتون بولاية جورجيا حيث تم اتهمه بالابتزاز وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف اعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتصل عقوبته الى السبن لمدة تصل الى عشرين عام تنبع هذه القضية المعلقة لحين بتت محكمة الاستئناف بالولاية في دور المدعي العام من مكالمة هاتفية في الثاني من يناير 2021 حث فيها ترامب كبير مسؤول الانتخابات في جورجيا رد ريفنز بيرج على ايجاد ما يكفي من الاصوات للتعتيم على خسارته الضيقة في الولاية رفض ريفزن بيرج القيام بذلك ايضا في ابريل الماضي بدأت في نيويورك اول محاكمة جنائية بحق ترامب وبعد جلسات استمرت كرابة شهر ادين بتهمة دفع اموال بطريقة سرية لنجمة افلام اباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016 وهي القضية المعروفة اعلاميا باسم اموال الصمت اذا مرة ثانية وكما نعيد على حضرتكم هذا الخبر العاجل وحسب ما اكدت صحيفة دهيل الامريكية حسم المرشح الديمقراطي دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الامريكية 2020 بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بعدما تمكن من تجاوز 270 صوتا من اصوات المجمع الانتخابي وبعد معركة انتخابية شارسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة اذا مرة ثانية حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الامريكية حسب ما ذكرت صحيفة دهيل الامريكية وبتغلب دونالد ترامب على كاملة هاريس عاد ترامب مجددا الى البيت الابيض ليصبح الرئيس السابع والاربعين للولايات المتحدة الامريكية ولمدة اربع سنوات تبدأ من يناير المقبل وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب حصل على اصوات في المجمع الانتخابي في انتخابات الرئاسة الامريكية بعد فوزه بعدد كبير من الولايات منها نورث كارولينا 16 صوت وايوتا 6 اصوات وايضا اوهايو 17 صوت وكانسس 6 اصوات ومنتانا 4 اصوات وفازة ترامب ايضا في ولايات ميسيسيبي وست اصوات ونورث داكوتا 3 اصوات ايضا منتانا 4 اصوات وميسيسيبي كما قلنا لحضراتكم 6 اصوات ونورث داكوتا 3 اصوات وثاوس داكوتا 3 اصوات ويومينج 3 اصوات ايضا تكسيس 40 صوتا ونبراسكا 5 اصوات وليوزيانا 8 اصوات ويشكل فوز دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الامريكية حيث يواجه لائحة اتهمات قبرى بمقدمتها اتهمه بالاحتيال على الولايات المتحدة الامريكية وذلك من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الامريكي جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزلها ايضا وجه ترامب معركة انتخابية شرسة امام كاميلا هاريس ووجه اتهمات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا حيث تم اتهامه بالابتزاز وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف اعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتصل عقوبته الى السجن لمدة تصل الى عشرين عام تتبع هذه القضية المعلقة لحين بدت محكمة الاستئناف بالولاية في دور المدعي العام من مكالمة هاتفية في الثاني من يناير 2021 حث فيها ترامب كبير مسؤول الانتخابات في جورجيا رد ريفنز بيرج على ايجاد ما يكفي من الاصوات للتعتيم على خسرته الضيقة للولاية ورفض ريفنز بيرج القيام بذلك وفي ابريل الماضي بدأت في نيويورك اول محكمة جنائية بحق ترامب بعد جلسات استمرت قرابة شهر اودينا بتهمة دفع اموال بطريقة سرية لنجمة افلام اباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016 وهي القضية المعروفة اعلاميا باسم اموال الصمد اذا مرة ثانية وكما نعيد على حضراتكم ووفقا لصحيفة ذهل الامريكية حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الامريكية بعد الفوز على منافستها الديمقراطية كاميلا هاريس بعد تمكنه من تجاوز حاجز المائتين وسبعين صوتا من اصوات المجمع الانتخابية وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمر وبتغلب دونالد ترامب على كاميلا هاريس عاد ترامب مجددا الى البيت الابيض ليصبح الرئيس السابع والاربعين للولايات المتحدة الامريكية ولمدة اربع سنوات تبدأ يناير المهبل وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب حصل على اصوات في المجمع الانتخابي في انتخابات الرئاسة الامريكية بعد فوزه بعدد كبير من الولايات والتي من بينها نورث كارولينا 16 صوت ويوتا 6 اصوات وايضا ناؤهايو 17 صوت وكانسس 6 اصوات ومونتانا 4 اصوات وفزا ترامب ايضا في ولاية ميسيسيبي 6 اصوات ونورث داكوتا 3 اصوات وساوث داكوتا 3 اصوات وايضا وايومينج 3 اصوات وتكسس 40 صوت ونبراسكا 5 اصوات وليويزيانا 8 اصوات ايضا يشكل فوز دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الامريكية حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة الامريكية من خلال منع الكونجرس الامريكي من التصديق على فوز الرئيس الامريكي جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيمة ووجه ترامب الذي خض معركة انتخابية شرسة امام كامالا هاريس اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا حيث تم اتهامه بالابتزاز وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف اعضاء جماعات الجريمة المنظمة فتصل عقوبته الى السجن لمدة تصل الى عشرين عام تتبع هذه القضية المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية في دور المدعي العام من مكالمة هاتفية بالثاني من يناير 2021 حث فيها ترامب كبير مسؤول الانتخابات في جورجيا رد ريفنز بيرجر على ايجاد ما يكفي من الاصوات للتعتيم على خسرته الضيقة في الولاية رفض ريفنز بيرجر القيام بذلك في ابريل الماضي بدأت في نيويورك اول محكمة جنائية بحق ترامب وبعد جلسات استمرت قرابة شهر ادين بتهمة دفع اموال بطريقة سرية لنجمة افلام اباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016 وهي القضية المعروفة اعلاميا باسم اموال الصند اذا مرة ثانية نعيد على حضرتكم هذا الخبر العاجل حيث حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الامريكية الفين واربعة وعشرين بالفوز على منافسته الديمقراطية كاميلا هارس بعد تمكنه من تجاوز حاجز المائتين وسبعين صوتا من اصوات المجمع الانتخابي وذلك بحسب صحيفة ذهن الامريكية وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة وبتغلب دونالد ترامب على كاميلا هارس عاد ترامب مجددا الى البيت الابيض ليصبح الرئيس السابع الاربعين للولايات المتحدة الامريكية ولمدة اربع سنوات تبدأ يناير المقبل وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب حصل على صوت في المجمع الانتخابي في انتخابات الرئاسة الامريكية بعد فوزه بعدد كبير من الولايات منها نورث كارولينا 16 صوتا ويوتا 6 اصوات واهايو 17 صوتا وكنسس 6 اصوات ومونتانة 4 اصوات وفازة ترامب ايضا في ولايات ميسيس هب 6 اصوات ونورث داكوتا 3 اصوات وساوث داكوتا 3 اصوات ايضا وايمينج 3 اصوات وتكساس 40 صوتا ونبراسكا 5 اصوات ولوزيانا 8 اصوات ويشكل نفوس دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الامريكية حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة الامريكية من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس الامريكي جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة ايضا وجه ترامب الذي خدم عركة انتخابية شرسة امام كاميلا هاريس اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتن بولاية جورجي حيث تم اتهامه بالابتزاز وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستغاف اعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتصل عقوبته الى السجن لمدة تصل الى عشرين عام وتنبع هذه القضية المعلقة لحين بدت محكمة الاستئناف بالولاية في دور المدعي العام من مكالمة هاتفية في الثاني من يناير 2021 حث فيها ترامب كبير مسؤول الانتخابات في جورجيا براد ريفنز بيرجر على ايجاد ما يكفي من الاصوات للتعتيم على خسرته الضيقة في الولاية ورفض ريفنز بيرجر القيام بذلك في ابريل الماضي بدأت في نيويورك اول محاكمة جنائية بحق ترامب وبعد جلسات استمرت قرابة شهر ادين بتهمة دفع اموال بطريقة سرية لنجمة افلام اباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016 وهي القضية المعروفة اعلاميا باسم اموال السم اذا نعيد على حضرتكم هذا الخبر العاجل مرة اخرى وفقا لصحيفة ذهل الامريكية والتي اكدت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كاملة هارس بعد انكتاز 270 صوتا من اصوات المجمع الانتخابي ليصبح دونالد ترامب هو الرئيس السابع والاربعين للولايات المتحدة الامريكية مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم